السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم أتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأقدم لكم وصفة هي طبيعية رائعة جدا جدا لتفتيح البشرة وكذلك ترطيبها بالإضافة إلى أنها وصفة مقاومة لمشكلة نعاني منها ألا وهي مشكلة التجاعد سوف نعتمد في هذه الوصفة على مكون واحد هذا المكون متواجد في كل بيت عربي بالأخص كذلك هذه الوصفة تصلح لجميع أنواع البشرة سواء كانت بشرتكم جافة أو دهنية أو عادية أو حتى حساسة فهذه الوصفة رائعة جدا وصالحة لجميع أنواع البشرة هذا المكون الذي سوف نعتمد عليه هو الحمص كما تلاحظون هو نوع من أنواع القطاني هذا المكون صدقوني حبيبتي رائع جدا جدا فوائد الحمص كما نعلم متعددة جدا للبشرة سوف أتركها لكم في آخر هذه الوصفة إذن سنحتاج هنا إلى هذا النوع من الحمص كما تلاحظون سنقوم بدقه أول شيء ثم بعد ذلك سنقوم بتحنه في متحنة كهربائية حتى يعني يصبح ناعم على شكل طحين أنا هنا قمت بتحنه من قبل كما تلاحظون أخذت كمية من الحمص وقمت بدقها أول شيء يعني لا تقومون بأخذه هكذا ثم تضعونه في متحنة وتريدون طحنه لا لأنه يعني صلب جدا وقد يخرب لكم المتحنة لذلك أول خطوة قموا بدقه أول شيء بعدها قموا بتحنه حتى تتحصلون على دقيق هكذا رطب ونعم يكون هو مائل إلى الأصفر لونه كما يمكنكم أيضا يعني شراءه جاهز عند عشاب أو عطار يكون موثوق ممكن يعني طحن أيضا كمية كبيرة وتحتفظون بها في علبة تكون محكمة الإغلاق تضعونها في مكان بارد وجاف يعني لا تصله الشمس ثم تستخدمونه في يعني الوصفات التجميلية لتبيض البشرة ولإزالة التجاعد منها إذن هنا لدينا مطحون الأرز كما تلاحظون الآن سنأخذ هنا إناء مناسب بهذا الشكل الذي سوف نحضر فيه هذه الوصفة سنأخذ هنا على بركة الله ما يعادل تقريبا مقدار ملعقتين هكذا من مطحون الحمص كما تلاحظون لدينا هنا مقدار ملعقتين من طحين الحمص فهذه الكيمية أنا هي سوف تكفيني لاستخدامها للوجه وأيضا للعنق سنضيف كذلك هنا مكون آخر ألا وهو الحليب السائل الكامل الدسم سأضيف هنا الكيمية التي سوف أحصل عليها على شكل عجين أضيف هنا الحليب تدريجيا وأخلط أدمج جيدا حتى أحصل على القوام الذي أريده أضيف هنا كيمية هكذا من الحليب وأدمج جيدا هنا ممكن أيضا يعني استخدام اللي كي تقومون بدمج الحمص استخدام سواء الحليب أو الزبادي أو حتى القشدة الطرية إذا كانت متوفرة لأنها ستعطيكم نتائج رائعة جدا كما نعلم هنا الحمص يتشرب يعني بسرعة السوائل أخلط جيدا هنا ممكن عمل كيمية كبيرة مضاعفة وتستخدمونها ليدين القدمين تشاركونها مع أفراد العائلة إذا أنا قمت هنا بعمل الكيمية التي سوف تكفيني لبشرة الوجه هنا ممكن تعويض الحليب بماء الورد أو القشدة الطرية أو الزبادي يعني لا تتقيدوا هنا بالحليب السائل استعملوا دائما ما هو متوفر لديكم لذلك أنا دائما وصفاتي سهلة وفي متناول الجميع يعني لا تتقيدوا إذا لم يتوفر الحليب ممكن تعويضه هنا بماء الورد أو بالزبادي أو القشدة الطرية كما يمكنكم أيضا تعويضه بالماء المعدني نحن هنا نحتاج فقط كما قلت إلى مكون يسهل علينا يعني فرد هنا مطحون الحمص على البشرة إذن بعدما حصلنا على مزيج بهذا الشكل كما لاحظتم فهنا الحمص يتشرب الحليب بسرعة سأضيف هنا القليل يعني حتى يسهل لي فرده على بشرة الوجه دائما نطبق الخلطات أو الوصفات عامة على بشرة تكون نظيفة جدا نضع هذه الخلطة على كامل كما قلت على كامل الوجه يعني حتى تحت العينين لأنها كما قلت لكم تعالج التجاعد افردوا الوصفة على كامل الوجه ضعوها كذلك على الرقبة على العنق إذا كان لديكم دائما لننصر الرقبة حتى نتحصل على بشرة تكون يعني على لون بشرة يكون موحد لأن هناك بعض الفتيات لا يهتمنى يعني ببشرة الرقبة مما يؤدي إلى عدم توحد اللون إذا نفرد هذه الخلطة أو هذا الماسك على كامل بشرة الوجه وكذلك بشرة الرقبة كما تلاحظون الوصفة هي مفيدة جدا يمكنكم أيضا حتى وضعوا ما تبقى لديكم منها على اليدين اتركوا هذه الوصفة تقريبا حتى تجف لمدة 20 إلى 30 دقيقة هكذا يعني إلى نصف ساعة هذه الوصفة حبيبتي هي خالية من الروائح كما نعلم الحمص ليست به أي ترائحة بعدما تجفوا لكم هذه الوصفة تقومون بغسلها أو إزالتها بواسطة إسفنجا كما يمكنكم إزالتها بيديكم على البشرة هنا بالنسبة لصاحبات البشرة الغير حساسة يمكنكم تركها يعني تقريبا حتى تزيل لكم الجلد الميت يعني عندما تلاحظون أنها جفت قموا بهكذا إزالتها هكذا بحركات دائرية كأنكم تقومون بعمل تقشير نقوم بعمل هذه الطريقة هكذا كما هو موضح حتى نزيل كل الخلايا الميتة أما بالنسبة لصاحبات البشرة فضروري من غسلها مباشرة يعني لا تقوموا بعملية التقشير لأن كما نعلم البشرة الحساسة تتأدى بسرعة جدا إذن كما قلت لكم ممكن هذه الوصفة أن تستخدموها كذلك كمقشر أو سكراب وهنا مرة واحدة في الأسبوع إذا قمتم بإستخدامها كمقشر أما بالنسبة للمسك إذا أردتم نتيجة سريعة جدا فاستخدموا هذا المسك يعني بشكل يومي على البشرة لكي تحصلوا على النتيجة الرائعة جدا كرروا هذه الوصفة كل يوم سوف تلاحظون مباشرة بعد عمل الوصفة ستلاحظون أن بشرتكم تتفتح ستلاحظون هذه النتيجة يوما بعد يوما حتى تتفتح البشرة بأربع درجات يعني عما كانت عليه سوف تلاحظون إذا كانت هناك يعني أطار حب الشباب أنها بدأت يعني تختفي يوما بعد يوم إذا كان لديكم أيضا شحوب في البشرة فهذه الوصفة سوف تقوم بإنارة بشرتكم يمكنكم أيضا يعني استخدامها عند المناسبات كذلك من الأفضل هذه الوصفة أن تضعوها دائما قبل وضعكم للمكياج لأنها سوف تظهر المكياج بمظهر رائع جدا كما تلاحظون الوصفة رائعة جدا 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 ترتب البشرة إذا كانت لديكم بشرة جافة وكنتم تعانون من تلك القشور التي تظهر على سطح البشرة بالخصوص البشرة الجافة فهذه الوصفة سوف تقوم بترطيب البشرة بعمق إذا أردتم هنا أن تصبح هذه الوصفة قابضة المسامات يعني مسامات الوجه لمن يعاني من مسامات واسعة ممكن إضافة هنا تقريبا مقدار ملعقة من ماء الورد وأضيف إليها كذلك النشا يعني النشا دراء أو ما يسمى بالمايزنا فهو يعمل لنا على تضييق المسامات وسدها بشكل رائع سوف يصبح لديكم هذا الماسك متكامل يعني لسد المسامات الوسعة يمكنكم أيضا إضافة بعض المكونات لهذه الوصفة مثل زيت الفيتامين A أو زيت اللوز أيضا زيت اللوز حلو لأن هذه الوصفة بحديداتها يمكنكم إضافتها أو إضافة العديد من المكونات إليها لكن بصراحة أنا أفضرها هكذا لكي أستفيد هنا من فوائد ومزايا طحين الحمص الرائعة جدا حبيبتي هنا إذا تبقى لديكم من هذه الوصفة فلا تحتفظوا بها يعني هذه الوصفة من بين الوصفات التي لا يمكن أن نحتفظ بها يعني إذا تبقى لديكم هنا منها فضعوها كما قلت على بشرة اليدين القدمين أو أي مكان في الجسم به اسمرار لأنها بالفعل وصفة متكاملة الوصفة إذا قمتم بإزالتها يعني بطريقة الفرق هكذا التقشير قموا بالتقشير يعني مرة واحدة كما قلت في الأسبوع كذلك سوف تعمل أيضا على إزالة تلك القشور أو أيضا تزيل هي إذا جفت جيدا سوف تزيل لكم الشعر الزائد الذي يكون على مستوى البشرة إذن كما لاحظتم الوصفة متكاملة أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي يا حبيبتي بالتغط على زر لايك نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد من طلبكم وعيد مبارك سعيد حبيبتي ترجمة نانسي قنقر